معانا أيضا سيدة زكية زيدان للحديث حول مدارس تم واضح أن هناك مشاكل مستمرة سيدة زكية تفضلي مساء الخير أستاذ المستقبل على حضراتك وضيوف حضرتك الكرام والسيدة المشاهدين في البداية أحبا تردي بالشكر لحضرتك والأسرة للبرنامج والحضرات القناة على إتاحة القرصة لنا لعرض المشكلة فضلا أن البرنامج يتبنى هذه المطالب المشكلة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم التقليلية علماء الغد مع سيدتك أستاذ زكية زيدان وعضوة فريق معامل التفوق الخاص بمدارس تم المشكلة باختصار شديد يا فنم أننا كأولي أمور تم بنتوجه بمناسبة وطلب عاجل لسيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير التعليم العالي دكتور أيمن عشور وأيضا رئيس المجلس الأعلى للجمعية دكتور مصطفى طريفة وبنتقدم طلب استثنائي بالاستجابة إلى توجيهات سيادة الرئيس برعاية المتفوقين والموهوبين وبنتنى استجابة سريعة وفورية لمطالب الألات من أولياء الأمور وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتقليل فضل أول مطلب هو نظام تنصيق عادل لمدارس الثاني إحنا أولينا يصحبه فرصة أفضل لنأتيجي المزوم في كبرى المسابقات العالمية التفيلية والخارجية وتبثلهم مصر عالميا ورفع عالمها في كل محفظ دولي وأكبر دليل مسابقة أيصف العالمية الحالية بأباكة بعض وفاس فيها 21 طالب من المدارس السن من أصل 24 طالب على مستوى الجمهورية هيمثلهم مصر بالمسابقة بنتمنى ليهم جميعا التفيل تاني مطلب دعم معايم للتفوق التنصيق الحكومي وذلك بإصدار قرار بالموافقة على تنفيذ مقترح معايم للتفوق اللي تقدم بشكل رسمي في شهر 12-22 وبعدين 13-12-23 ثم يناير 24 لزيادة عدد المقاعد الحكومية بعد احتفاء بالنسبة لمرينة بتربيةها في رقم 2 لإضافة ميزة بسيطة للمتفوقين اللي عددهم لفندم أقل من 1000 طالب نعم ثلاث حاجة منح كاملة في الجامعات الأهلية والخاصة مخصصة لطلاب السن كنا قريمة كل جرائد على الأنباء بأن طلاب لطلاب مدارس السن 5% من منح المتفوقين في كل جامعة أهلية تابعة للحكومة ونتمنى تكريمة للمتفوقي الدولة العظيمة زي مصر إنها تجيهم مكافة تتفوقهم وحبهم للعين وتقدرهم نعم وتناني انتباقهم للدولة بإنها تعمل لهم استثناء بقسم سابق ويكون 50% من المصرفات الكلية لكل جفعي مع الزيرة اه تفضل يا فندي بس باختصار السريع والنبي خلاص تمام ربع حاجة بنسمان أن قرار معامل الوحد وربع الصادر وقرار المنح الـ 500 يكون مستند رسم معتمد وموصق في القرارات الخاصة بالتنفيق لهذا العام والأعوام اللي تلي وكمان منتمنى يكون في قرار استثنائي لطلبة استثنائية إن أقصام الكريدس في الجماعات الحكومية تكون متاحة لطلاب السم اللي مجموحهم بعد المعادلة بيساوي أو أكبر من المجموعة المطلوب للكريدس دون التقايد كل دي مطالب احنا بنرفحها لإنه تنسئهم بالترتيب وليس بالمجموعة ده نداء متفوق السم إن شاء الله نتمنى ان النداء احنا بنرفحها للدكتور وزير التعريم العالي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك